وطالما هنطبق معيد شتوية وبقر اخر يوم برضو تعرف ان خلال الساعات القليلة القادمة حينتهي اطول اوكازيون صيفي مرة على مصر قعد 53 يوم اشترك فيه 3000 محل التخفضات كانت من 10 ل 50% اشك من الاخر وبصريح العبارة احنا ما عندناش تخفضات واقصى تخفض هتاخده هو العشرة في المية انا بكلمك على هو اقصى تخفض هتاخده هو عشرة في المية وفي محلات تروح معالية السعر والايه هي السلعن بالجنيه فتخليها ب120 وبعدين ترجحها لك ليه 98-99 ارش وزارة التموين ضبطت مخالفات 10 تلاف مخالفة 10 تلاف مخالفة زي كده طب امتى بقى امتى امتى فعلا نرتقي كده ولما اكتب ان فيه سيل او تخفض يبقى تخفض حي برضو هتلاقي الناس الوحشين بتوع اوروبا دول اه السيل او التخفض تخفض يعني حاجة بميج جنيس ترليني تخفض 50% 50% يقولك الكل ايشن ده 50% ما عندي لايش احنا الكلام عشان كده انت بتسألني لماذا لا يقبل المواطنون على الاوكازيون لانه فيك دعك عدوه اعمل لي تخفض حقيقي عارف التخفض الحقيقي بيحصل امتى بقى ده في اخر كام يوم المصانع عايزة تخلص مثلا الملابس الصيفية فيلا اعمل تخفض لان مصروف تخزنهم تكلفة تخزنهم هتبقى اعلى عليها وممكن الموديل يقدم اي حاجة يلا اعم اخلص منه ما احنا كتبنا يعني لا يكبر المصنع على التخفض الا عند الضرورة اللي هي تمسه فما تقوليش بقى اطول اوكازيون وما فيش اوكازيون الناس عارفة ان الاوكازيونات دي دعك عدوه اعمل اوكازيون حقيق هتبقى لكن بقى نظم حوريني يا كيكي دي ولا طيطة دي ملاش فيها لكن اهو الخبر بيقولك بعدين بيقولك نسب خصومات تصل ال 50% لا طبعا لا طبعا ولا هتحسن يعني بقى انت نزلت محلات وسط البلد والملاق لايت فيه تقفية 5% ولا حاجة بتحصل يعني من ده